بص على وش الجيمي كده مبسوط اه بص عيه مش بس كده عايز يبدأ كلام النهاردة قبل ما يتكلم على الاهلي وبلدات المحلة بشكل عام عايز يتكلم على عمر كمال عبدالواحد ممكن اراهنك كمال كسبت الرهان كسبت الرهان فضل عمر كمال عبدالواحد يا كريم مش بس انه قادر يثبت لجماهير النادي الاهلي وشفت الانترو لما كنت تتكلم على عمر كمال انه صفقة ربحة وانه صفقة ذهبية وانه صفقة في مكانها وانه رغم عدم القيد الافريقي الى انه قادر يثبت لجماهير النادي الاهلي في المباراة الاهلي اللي بياخدها بسبب حسابات كولر فيما يتعلق بدوري ابطال افريقيا كولر مش الراجل بتاع مباراة مباراة الراجل بتاع مرحلة مرحلة فرغم كل ده الراجل اثبت انه صفقة وزنها كتير جدا للنادي الاهلي وبلا شك لما اجي اتكلم على ان راجل وايخد مانوف دماتش خمس مرات في الدوري احبنتكلم على افريج الفرق لعبة عشرين مباراة فبتكلم على لعيب خد في ربع المباراة اللي خدها باق البأ الفرق خد مانوف دماتشي في خمسة كان حاسم في خمس مباراة فطبيعي، قبل ما كامل الموسم وقبل ما تتكلم مع عده اللي بياخدها انه واحد من ابرز نجوم موسم من الموجودين دلوقتي سواء 3 مرات مع فيوتر او المارتين اللي خدهم مع معنادي الاهلي بالمناسبة منهم مبارتين تواليا سواء مواجهة اليوم او مواجهة الجونة ماضية اتعاروح بسرعة لي اللقاطات أطاط وقول لك النهاردة الناس اتكلمت على الشخصية. ماشي. ماشي. لحد ما تجي الكرة أو الإعادة. دي الكرة الرأسية هنتكلم عليها لوحدها. لما نيجي نتكلم عن الدربات السابقة. الاستلام والشخصية وعدم التلطر والراجل قفل الكرة بشكل ممتاز واستلم. لكن مش دي. لا ارجع بقى. ارجع. 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 هاتلي بقى الإعادة دي. الإعادة الجانبية. ماشي. أيوة. أيوة. وهقول لك. الجول فين? لأنها مش ولدت السلطة بص وقف هنا وقف هنا وقف هنا بص ارجع معلش فريم كمان فريم لورا فريم لورا بص بص عمر فينا يا كريم كل عمر آخر لعيب موقف مع الليب رقم 14 بتاع البلدية حسين الشحات نازل تحت هنا هو هو اللعيب الآخر لعيب في المجموعة في الزحمة اهو اللي بيرجع اللي بيرجع لورا بياخد ثلاث خطوات لورا ده رجوع عمر لا عشان ياخد الساكن دي بول عشان عارف انه هو لو دخل حضا لجوه مع المجموعة عمره ما يعرف استلم الانستلمة دي بيبعد عن الزحمة بيسيب المدافع المدافع طبيعي هيروح لاتجاه الكورة وهيروح لاتجاه الزحمة وهيرجع ياخدها اقول رأيلك تاني هاتلي اللي باعديها على طول هاتلي اللقطة اللي بص يا كريم التلاث خطوات اللي خدهم هما سر الجون سر الاسست سر الحالة اللي عليها عمر كمال عبد الوحيد نارض يلا هاتلي الكورة اللي باعديها على طول فانتلي بيقول له من ناحية اليمين قدرات عمر كما لعب واحد غير التسديد غير التسجيل الفنت وانه بيقدر يعدي واحد على واحد بشكل ممتاز ايا كان ان الراجل نازل من عدك تغييرت عمر كانت فيديها سوعة سابعين الكريم ان الراجل لازل من عدك بيلعب تلتاشر اربعتاشر دقيقة بالفوآن ده بانه مركز في المباراة اين اكتر من اللعبة بدأ المباراة بشكل كبير الراجل بيعمل الكروسات برجليه اليمين زي برجليه الشمال الناس اللي كان بتسأله وليه بيلعب بالقدم الاسر بص هنا ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني بص بص هو رايح هنا مفروض هيقطع القريبة ورا كهربة بص بعد ما راح وقف لقى الدنيا زحمة وكرة تحطط على البعيدة اختياره للمكان بص يا كريم واقف هنا بص هو واقف فين شوية راجع واخد التلات خطوات برضو البرا لما كرة هتحضر لبرا كم كم بص اهو 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 اللي راجع على خط التمنتاشر هيرجع تاني ينزل تحت عشان يحطه له راح لانه واخد التلات خطوات الباغس ارجع بقى هنا الناس كتير قالت انه هو قالش ناس كتير قالت انه هو قالش عمر عامل الباغس بوش رجل الخارجي في الفاضي في المكان الفاضي لانه شايف الراجل لو بصيت على اتجاه دماغه ووقف هنا بص 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 اتجاه دماغه فين يا كريم اتجاه دماغ عمر كمال عبد الواحد الراجل لو دخل وشوت عمر وشوت كنه ابدا وضعية رجله وضعية دماغه وبصيته على مودست وهو واخد الخطواتين اللي قدامه عشان يزبق قبل مدافع آآ البلدية تأكد لك انه باص في توقيت صعب في الزحمة دي ده كده اسست عظيم ناس كتير كان بتكلم انها قالش بص بص اي بص بص اي بص اتجاه بص هنا بص يا كريم بص بماغه فين هو بصص النحية دي بصص على يمين آآ ومن الزاوية الجانبية ماشي بقى من الزاوية الجانبية تجيلك ان هو الراجل باصص على مودست من قبل ما يعمل التمريرة في النهاية انه يقدر عمر كمال عبدالواحد انه يكون مش بس انه مش بس انه عمل كل ده لأ ده بيزبط لكل انه هو روحة ينزل بقى كبديل ينزل في بداية المباراة يلعب ظهير ايمن يلعب ظهير ايصر مليون في الماية هي الصفقة السوبر للنادي الاهلي جابها في يناير رغم انك كل التكهونات راحة للصفقات الصيف الماضي وناس بتكلم على الرضا طبعا الى جوار وسام لان احنا طبعا اثنين على وسام لكن بالنسبة لي عمر بالنسبة العدد دقائي اللي بياخدها وعدم القيد الافريقي مستوى كبير جدا جدا من عمر كمال عبوحة اشتركوا في القناة